المتحدث الرئيس ليس فقط لكون الجانب الأوروبي الشريك التجاري الأول لمصر وإنما في ضوء الروابط المتشعبة التي تجمع بين الجانبين من جانبه ثمن السيد ميشيل العلاقات المتميزة التي تجمع الاتحاد الأوروبي بمصر مؤكدا في هذا الصدد اهتمام الجانب الأوروبي بتعزيز تلك العلاقات من مختلف أوجهها خاصة في ظل الثقل السياسي الذي تتمتع به مصر دوليا وإقليميا فضلا عن كونها همزة الوصل بين العالمين العربي والأوروبي وكذلك وحة للأمن والاستقرار في المنطقة التي تمر حاليا بمرحلة حرجة من الاضطراب الشديد والتوتر السياسي وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول استعراض مختلف جوانب العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي سواء فيما يتعلق بأبعادها السياسية أو الاقتصادية والتنموية حيث تم الإعراب عن الارتياح إزاء مجمل التطورات التي يشهدها التعاون المؤسسي بين الجانبين وتأكيد الحرص على أهمية استمرار التنسيق المشترك وتعزيز الحوار المتبادل في هذا الخصوص لتدائم علاقات الصداقة بينهما في ضوء المصالح والتحديات المشتركة كما تطرق الاجتماع إلى ملف التنسيق بين مصر والاتحاد الأوروبي حول العديد من القضايا الإقليمية المهمة في المحافل الدولية كعملية السلام في الشرق الأوسط والأوضاع في ليبيا وسوريا واليمن حيث تم التوافق بشأن ضرورة تعزيز قنوات التشاور بين الجانبين فيما يتعلق بتلك الملفات كما طلاقت الرؤى ووجهات النظر حول أهمية استمرار العمل على التوصل إلى تسويات سياسية لها حتى يمكن استعادة الاستقرار بالمنطقة وتوفير مستقبل أفضل لشعوبها وأضف المتحدث الرسمي أن السيد ميشيل حرص على الإشادة بجهود مصر في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية مؤكدا تقدير الاتحاد الأوروبي لهذه الجهود في التعامل مع ذلك الملف الأمر الذي انعكس على وقف حالات الهجرة غير الشرعية من مصر منذ عام 2016 كما أكد رئيس المجلس الأوروبي أن مصر تعد نموذجا ناجحا في المنطقة في هذا الصدد تحت قيادة حاسمة وحكيمة من السيد الرئيس ترجمة نانسي قنقر